هذا وقد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مبادرة استجابة التي تهدف إلى تنمية وتطوير قطاع الشباب ورياضة نابعة من حرص جلالة الملك المفدى على مشاركة الشباب في طموحهم وتطوير ذاتهم وتمكينهم وكذلك رؤية صاحب السمو الملكي وللعهد الداعية إلى خلق البيئة التنافسية العادلة والمحفزة والمشجعة للشباب دعم ورعاية والتسجيع إنجازات ومراكز متقدمة في جميع المحافل المحلية والدولية جاءت عبر جهود مخلصة وعطاء كبير قدمها وما زال يقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إنجازات عظيمة تأتي لما يهظى به قطاع الشباب والرياضة من اهتمام ودعم مستمر من لدني جلالة الملك المفدى الدعم الأول المحفز لمواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات سيدي جلالة الملك الله طول عمره علمنا سر الفوز والنجاح علمنا سواء كان بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة وأنا من حسن حظي حصلت الطريقة المباشرة ربيت من الصغر أشوف جلالة الملك وأتعلم منها ويشوفني أفوز ويشوفني أخسر لكن ما يغير في مبدأها أي شيء دائما يدفعني أني أنا أروح للأفضل واليوم كثير من اللي تعلموا في الطريقة المباشرة من وزراء ومسؤولين يقابلون جلالة الملك ويشوفون ويوجههم وأيضا من الناس اللي يستلهموا من كلمات جلالة الملك وبرامجة وتطلعات للبلد سموه أكد أن الشباب البحريني هو الاستثمار الأهم في البحرين التي تؤمن بأن شبابها هم شركاء حقيقيون في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلع إليها المملكة في إطار رؤية عشرين ثلاثين سيدي نحن أطلقنا استجابة والعنوان يتحدث عن نفسه استجابة لكم واستجابة لمبادرات الحكومة واستجابة لرغبات الناس وهناك أسس كثيرة وضعناها على أساس أن نحن نوصل للصورة المطلوبة طبعاً نحن نقتبس دائماً سيدي من كلامكم واليوم بعد أيضاً نعرضوه وأنتوا ذكرتوا أن لخلق هذه البيئة التنافسية المنفتحة العادلة إذا وصلنا وخلقنا هذه البيئة طبعاً راح نوصل وكلنا راح يأخذ حقه وأيضاً لا ننسى طويل عمر رأيتكم ونظرتكم إلى عام 2030 نحن نرسمنا هذا الطريق وثم ألهمتوا دول كثيرة منها دول في الجوار ومنها دول أخرى أننا شافوا المقياس 2030 هو الرقم الصحيح والواقعي أننا نحط أهدفنا ونوصل له الرهان على القدرات الشبابية والطاقات الإبداعية ينبثق من إيمان عميق من لدني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالقدرات والكوادر الشبابية المميزة التي من المهم خلق شركات حقيقية وفعالة معها كي تكون روافدة إنسانية ملهمة هاتول عمر نحن في نهاية المطاف في مجلس الأعلى الشباب الرياضي نتكلم عن شقين الشق الأول طال عمرك أن نحن نجعل من رياض الصناعة وننمي الاقتصاد المحلي وندعم الشباب والشابات والشق الثاني طال عمر نحن نخلق البيئة والمناخ المناسب سيف سين سبورتد ثقة سموه في أن الشباب لديه طاقات هائلة قادرة على تغيير العالم من خلال المساهمة الفعالة في طرح رؤى خلاقة وإبداعية لتنفيذ أهداف التنمية للوصول إلى غايتها المنشودة محليا وعالميا نحن نريد مملكة البحرين تكون فعلا مبس مسمى عاصمة وملتقة ومضرب مثل الشباب الرياضي في دول العالم ككل سيرين عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين